برج القوف حاسس بأن خطواتك زي ما بيقولوا كده متأثر عليها كلما تيجي تدخل من ناحية تحس انها مقفولة تدخل من ناحية تلاقيها مقفولة الشوارع المسدودة حاسس ان انت تعبان ومتدايق ومخنوق والدنيا ديئة عليك قد كده والحاجة مش رجية تمشي والامور كلها يعني سبحان الله ولا حاول وقلت الله بله احب اقولك ان الوضع ده مش هيفضل كتير وان فيه انتصارات على المجال العاطفي والمادي والاجتماعي والعملي وكل المجالات ان شاء الله فيها انتصارات وفيها نشاط زيادة ليك في الايام اللي جاية يا برج القوس عايز اقولك كمان ان ليك انتصارات وليك تحقيق للاهداف ان شاء الله حاجات انت مش منتظر ان هي تتحقق حاجات كانت مقفولة ومش منتظر ان هي تتفتح ان شاء الله ربنا هيفتحها في وشك ويبعتلك اللي انت بتتمناه بالزبط 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 ولو فيكم حد بيمر بوعكة صحية والوعكة دي مطولة والواحد زهق وتعب وحاسس ان الدنيا يعني ايه ده هو انا مش هاروق بقى هو انا مش هخف بقى لا احب اقولك ان كل مؤمن مصاب وكل زي نعمات المحسود وربنا بيبعت الابتلاءات على قد الصبر وعلى قد الاحتمال ولازم ان احنا نحتمل ولازم ان احنا نصبر علشان ربنا يبعت لنا الفرج بعد الابتلاء كلنا 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 بنتعرض لابتلاءات كتيرة وربنا ان شاء الله بيسويها وبيعدلها من عنده واللي بيتعرضوا لابتلاءات صحية فاحب اقولهم ان ان شاء الله هيشوفوا الشفا والسعادة في الايام اللي جاية شوفوا ايامكم بمنظور مضيق بلاش النظرة التشاؤمية بلاش النظارة السودة ان شاء الله فين صلاح للحال وبعد الصبر الطويل الطويل على الالم وعلى الضائقة مالية كانت بتمر بيك يا بورك الكوس فيه فرج ربنا ما خلقش حاجة من غير حل وربنا بيبعت لكل واحد الابتلاء على قد احتماله فان شاء الله فيلك خير كتير 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 وحب اقولك ان انت هتتلقى هدية هدية كبيرة هتجيلك وهتفرحك جدا 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 هتكون مدخول للسعادة عليك وعلى اهل بيتك سواء اذا كنت انت متزوج او اعزب فهيكون في خير كتير ان شاء الله داخل في بيتك كمان عايزين نقولي لو حد منكم تقدم الوظيفة او شغل وفيه مسابقة للوظيفة او الشغل دوة فان شاء الله هتكونوا من النجحين والمقبولين ان شاء الله حساسيتك ازاي ده شدت اعصابك او الطرق اللي في الفترة دي والفترة اللي فاتت يا برج القوس مفيش منه اي داعي بتمنى ان انت تهدى وتستقر شوية عشان النرفازة والعصبية دي بيبقى ليها اثر سيء جدا عليك صحيا وجسديا ونفسيا وعلى المحيطين بيك فبتمنى ان شاء الله ان ايامك اللي جاية كلها تكون مستقرة يا برج القوس وتحقق كل احلامك ابشر ان شاء الله بقدوم خير كتير ان شاء الله ووفير ليك وللي حواليك عايزين نقول بالنسبة للمنفصلين والمبتعدين والمطلقين من برج القوس ايه الحكاية وايه الدنيا وايه الحبيب رايح فين عايزين نقول ان لكم بناء من اول وجديد وليكم رجوع ان شاء الله وفيه ليكم تحقيق امنية غالية برجوع الحبيب ليكم وفيه طاقة استشفاء للقلب وللروح هتخلي ايامك اللي جاية كلها كويسة احبكم في الله يعني احب دايما ليكم كل الخير يا برج القوس احب اقول لكم ان فيه رحيل للألم والعذاب والمعاناة اللي انتم مريتوا بها كتير فيه كمان فرحة ونصرة هتشوفوها في عاديكم والناس اللي كانوا فرحانين بحدوث طلاق او بحدوث انتصال وانتو تستهلوا وانتو كان لازم يحصل فيك وكده احب اقول لكم ان انتم هتنتصروا وهتفرحوا مفرحة ماليها اول من اخر وهيكون فيه غيز وغل عند الناس دول فحب ان انتم تحصنوا نفسكم من عينيهم لانهم هيبعتوا لكم شرز كده من عينيهم ان هم ازاي انتم حققتوا ده وازاي انتم بعد كل اللي هم عملوا ده وصلتوا برضو لمبتغاكم آآ بتمنى لكم يكون لكم الخير والسعادة خلينا نشوف بالنسبة لي آآ آآ متأخرين الزواج وبالنسبة لي العزاب ايه الدنيا بتقول ايه الدنيا بتقول ان لسه هتتعلموا في الدنيا كتير لسه هتعرفوا من الدنيا كتير في لكم انتصار وانتقال الحياة الحرية والرفاهية شوية في الايام اللي جاية من ضمن الرفاهية ديه تلحصول على احباب والتواصل معاهم ومعرفة ان الدنيا لسه بخير وان انتم لسه مرغوبين وان في حد عايزكم وان في حد بيحبكم وان انتم قد كده حد قلبه طيب وروحه صافية ويستاهل الحب والسعادة اللي اتحرم منها كتير معظمكم او بعضكم هيحصنوا على الحبيب او الشريك ده من اراضي تانية من بعيد من سفر من بلاد تانية بعيدة عنكم اوي ممكن تكون حتى بينكم سفر طيارة اتعرفوا عليهم من خلال النت هيحبوكم ويتحبوهم واول ما الازمات دي تزول فهيجولكم وهيتمهم الخطبة والزواج والتقدم في مشاريع للحب بكل الحب وبكل الوفاء ان شاء الله وبكل الاخلاص هيكون في نجاحات كبيرة جدا ليكم يا برج القوس على المجال العاطفي من المتاخرين في الزواج والعزاب ايامكم كلها كلها يا رب يكون كلها فرح متاسف جدا لان ما بقدرش ان انا مدعيش والناس اللي بتدقي ان انا بدعي فتغاضم عن هذه الجزئية جايز ما تنسونيش من النقط حطولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد خلينا نشوف حبيبي وحبيباتي من برج القوس يعني اللي تأخرهم في الانجاب الدنيا فيها ايه واللي معرضين للحمل ان شاء الله ومعظمكم معرضين للحمل وهتحصلوا على الحمل يا برج القوس عايزين نقول كمان ان بالنسبة للاشخاص من برج القوس واللي بيعانهم للأسف يعني من اعاقة جسدية او نوع من انواع الاعاقة فحب اقول لكم ان ربين هيعوضكم بالحب اللي يحسسكم بانكم مكتملين وكملين ومش ما بينقسكم شيء ابدا بالأعاقة الجسدية البنى ادم مما يبقى معاق جسديا احسن مما يبقى معاق ذهنيا وعقليا ومش قصدي على زوج الاحتياجات الخاصة لا انا قصدي لما يكون البنى ادم عقله واقف وجامد ورافض للتقدم ورافض للتطور وبنى ادم اسود من جوه للاخرين فان شاء الله ليكم الخير وكل الخير خلينا نشوف قرائدكم العاطفية البحثة في خلال الكروت الرومانسية بتقول ايه لبرج القوس بتقول ان في حب حقيقي هيدخل حياتكم او حب حقيقي موجود في حياتكم ان شاء الله فليكم انتصار وليكم كيد للاعادي ان هم هيتكادوا منكم وهيتدايقوا منكم خلينا نقول ان فيه اكمال لزواج وخطبة وفرح وفرح وحياة سعيدة رومانسية مليئة بالحب والسعادة خلينا نقول كمان ان فيه منكم واللي ان شاء الله ان شاء الله هيكون لهم يعني شخافية زيادة لدرجة انهم يبقوا عارفين اللي جاي فيه ايه ربنا هينور بصارتكم اوي 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 في الايام اللي جاية بالذات النساء من برج القوس فهتشوفوا الحياة بمنظور تاني وبعنين تانية وفكر جديد هيبعتلكوا اكيد حاجات حلوة كتير بالنسبة لحبيبي المتأخرين في الزواج زي ما احنا شايفين اهو فيه حصول على زيجة واتمام للزيجة فيه حصول على الاحباب والحب الكبير الكبير اللي انتو تستحقوه هيكون من حدكم من نصبكم بتمنى ان انتو يعني ترقوا نفسكم وتقوموا باستخدام الرقية الشرعية وكمان تستخدموا المعاوزات وقاية الكورس لان واضح ان الطاقة الحسد رهيبة يا برج القوس فحصنوا نفسكم وحصنوا احبابكم وحصنوا اهلكم يا ربي يا ربي بعد عنكم كل شر بحبوكوا كلكوا يا برج القوس يا ريت ما تنسونيش من دعوة صالحة ان شاء الله ان ربنا يسلح لي الحاج ويحقق لي احلامي وطموحاتي وامالي ويباركلي في اولادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة